اشتركوا في القناة من ستوديو بجد راديو صوت الغيرة على الوطن صوتكم حين يصل ورئيسنا لهذا الأسبوع السيد عبدالصمت كالرئيس جهات الريبات سالة القناة الثراء السيد الرئيس مرحبا بك سيد الرئيس أولا هنيئا لكم برئاسة منظمة الجهات المتحدة فكار قبل التعريف بالمنظمة نودل حديث عن سياق سياركم على رأس هذه المنظمة بسم الله بحمد الفرحيم جهة الريبات سالة القناة الثراء هي جهة كانت دائما ناشيطة في مجال العلاقات الدولية وعلاقات التعاون المركزي وهي عضو ناشيط داخل هذه المنطمة حيث أنها كانت تحت المنصب نائبة فائس في شخص سيدة الدكتورة الضرقية فائس سابق للجهة ومسؤول عن العلاقات الدولية حاليا في المجلس نعم فإذا كاين واحدة النوادي التناوب في رئاسة المنطمة حيث كانت البداية في أوروبا ثم انتقلت إلى أمريكا اللاتينية وقعتها وافق بأنها يجب أن تنتقل إلى إفريقيا في المدة الحالية نعم وفي هذا السياق شاركنا في الجامع العام السابق الذي كان فريضي جونيور في بداية هذه السنة وكانت مشاركة الحمد لله جيدة لجهات أفريباط وهذا شجع الأعضاء باش يقبلون طبشيح ديالها يعني كان شوية التنافس حتى مع بعض الجهات أخرى داخل الوطن فكان هذا الشي كان مش شجع باش طبشيح ديال أفريباط يكون هو طبشيح المعتمد وفعلا هذا الذي كان في الجامع العام الذي نعقد في هذا الشهب في مدينة كيتو وعلى هامش مؤطنة الأمم المتحدة التالية لليس كان نعقد الجامع العام اللي فيه وقعة تجديد ديال أفريقاسة وليها بالأولى لقريسة ممتاز سيد الرئيس بغينا تحدثوا يعني على الأدوار ديال هاد المنظمة وشنو هي أبرز القضايا اللي كتشتغل اليها اليوم على المستوى العالمي تبين أن هناك حاجة منذ مدة باش تكون منطمة على المستوى العالم ككل تجمع مختلف الجهات نعم هناك اليوم عدد كبير من جمعيات ديال الجهات كتشتغل لمستوى الدول نعم عفوا للقاربات مثلا أوروبا أمريكا الجنوبية ولكن على المستوى العالمي لم تكن هناك منطمة جامعة فبالتالي تم إحدث هذه المنطمة لتقوم بهذا الضوار وظيفتها الأساسية أو الضوار الأساسية التي تود أن تقوم بها وتعزيز حضور الجهات وما يسمى بالحكومة الوسيطة نعم لأنه في دول خرامة الجهات كيتسمى أقاليم كيتسمى ولايات وكي يكون عندها سلطات واسعة صحيح فبالتالي هذه الحكومات الوسيطة إن صحت العبارة اللي هي فوق المدن وتحت الدول نعم كان لابد من أنها تنسق بينتها لكي تعزز الحضور ديالها والأدوار ديالها سواء في مجال اتخاذ القارب السياسي سواء فيما يتعلق اتخاذ القارب النمووي داخل الدول ديالها ثم لكي تشكيل قاعدة لتبادل الخبرات والمعابف ما بينها مختلف الجهات على المستوى العالمي وهي منظمة تضم في نفس الوقت الجهات وتضم جمعيات ديال الجهات نعم جمعيات مجتمع مدني تتابعة لا جمعيات الجهات يعني مثلا من يغان مشيه الأمريكا الجنوبية كينا جمعية ديالجهات ديالأمريكا الجنوبية نعم وكينا جمعيات على مستوى الدول حال في المغابيب دائما كينا جمعية جهات المغابيب نعم هذه الجمعية هي عضو في المنظمة بالإضافة إلى الجهات فبتالي تجمع جهات وجمعيات للجهات سواء على مستوى القارئات أو على مستوى عدد من الدول نعم جميل سيسكال بغينا نتحدث عن القيمة المضافة لرئاسة المغرب لهذه المنظمة والمتمثلة في شخصكم هو رئاسة هذه المنظمة دائما تعطي إجعاء أكبر للبلد التي يكون فيها لأنه عندما تكون في رئاسة المنظمة بحال هذه فأنت تحضر في ملتقية الدولية هي منطمة معطرة بها لدى الأمم المتحدة هي منطمة تحضر في أهم المؤتمرات الدولية التي تهم قضايا التنمية وقضايا تعزيز المركزية فبتالي يكون حضور اسم البلد ثم حضور اسم الجهة التي يمتلها فائز ثانيا هي فرصة كذلك لمزيد من تعزيز الإشعاع لنموذج المغربين الذي يمكن قلو بأنه مقابل مثلا داخل إفريقيا وعدد من المنطقة العربية فهو نموذج رائد ومتميز في المركزية وفي الجهوية ثالثا اليوم بالنسبة لقضايا الوطن دينا خاصة قضية الوحيدة الترابية هذه تشكل كذلك منظر مهم جدا لتعريف الناس بالوطن دينا ولبناء علاقات على مستوى الحكومات الوسيطة خاصة داخلها قاعدات مثل أمريكا الجنوبية وداخل إفريقيا وهذا يخدم مصالح المغربين بالستراتيجية والكفاة نعم ممتاز سيسكال بعيدا عن فكار وعن رئاسة هذه المنظمة الآن بعدما يقارب السنة على تواجدكم على رأس مجلس جهات الريباط سلال قنيترا هل يمكننا الحديث عن وجود تحسن في مؤشرة تنمية الاجتماعية مثلا في الجهة؟ الذي يجب أن ينتبه إليه عندما نتحدث اليوم عن الجهة الجهوية عندما نعود إلى التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي اشتغلت على الجهوية المتقدمة تلك اللجنة تحدثت عن مرحلة انتقالية من ولايتين نعم يعني 6 سنوات و6 سنوات لكي نتمكن من إفساء نموذج الجهوية المتقدمة نعم لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول بأننا اليوم في ورش استراتيجي لبلدنا صاحب جلال نصر الله في عدة خطابات ورسائل تحدث عن الجهوية باعتبارها مدخل لإعادة هيكلة الدولة منساس فبالتالي عندما نأخذ هذه المعطيات الكبرى نفهم بأننا اليوم في بداية ما صار صعب جدا سيكون من نوع من التبسيط أن يقول الإنسان بأنه بعد سنة سوف ينجح في تغيير مؤشرات التنمية داخلها مجال معين اليوم الذي يقع هو أننا تقدمنا حقيقة في المراحل الأولى من تفسيخ النموذج الجديد لأننا اليوم مع تأسيس الجهوية الجديدة كنا أمام تحديات متعددة هناك تحديات تنزيل مختضاية القانون التنظيمي للجهات يتحدث عن اختصاصات جديدة صلاحيات نعم اختصاصات وصلاحيات يتحدث على أن رئيس الجهة يصبح هو الآم في الصفة للجهة شحون كل شيء يتذكر بأننا كانت دورات أولاد المجلس بلاغات انسحابات إلى غير ذلك اليوم الحمد لله من دورة يوليوز والدورة في توجه واحد ونحن الآن في واحد السياق اللي هو جيد جدا فبالتالي هذه الانتقالات كلها يمكن نقول لك بأننا في الجهة دينا نجحنا في تجاوز يعني في تحقيقها أو في تجاوزها في يسعب وسهولة في هذه المدة هذه بالإضافة إلى هذا أننا انطرقنا في أوراش كوبرة بالنسبة للجهة اليوم نحن الجهة الأكثر تقدمها في المنهجي في المصطرة دي الإعداد برنامج 200 جهوي نعم انطرقات الدراسة دي المخطط الجهة والإعداد الطراب وهذه وطائق مهيكلة وأساسية كذلك صادقنا على الميزانية الثانية لمجلس الجهة بعد الميزانية 2015 صادقنا على الميزانية 2017 وهي ميزانية صيغة بمقاربة جديدة وتحاول أن يكون حاضرا فيها البعض النموي بشكل قوي في أبعاده المختلفة نعم ممتازة تنمية الاقتصاديات، تنمية المجاليات، تنمية الاجتماعية نعم مخرج الحلقة يشير إلى أن هناك فاصل ثم نواصل بقي النقاش يبقوا في الاستماع الموقع الإلكتروني الحزب العدالة والتنمية في جيتيب واما كيقدم لكم على مدار اليوم والأسبوع من خلال هذا التطبيق المعلوماتي على الهواتف الذكية مجموعة من الأخبار الوطنية والمجالية والدولية والمقالات التحليلية والحوارات والروبورتاجات وتسجيلات الفيديو وغيرها ويفق مواد مكتوبة وأخرى مسموعة والسامعية بصرية عبر الإذاعة يلو والقناة الإلكترونيتين وكي يحاول موقع الإلكتروني دائما أنه يقدم لكم أحسن خدمات إعلامية لكتميز بالجودة ديالها أكيد باعتماده على خط تحرير مسؤول فيهم الببادرة والمواطنة المهنية والإبداع والانفتاح أهلا بكم مسامل الكرام من جديد للتذكير فقط أنتم في الاستماع إلى إداعة بجدي الراديو وإلى برنامج عشرون دقيقة مع الرئيس وضيف هذه الحلقة هو الأستاذ عبد صمدس كالرئيس جهاز الرباط سلاء القناة الثالث سيد الرئيس مرحبا بك من جديد سيد الرئيس سؤال آخر يطرح نفسه وهو هل بالفعل المجلس يعاني ضعفة الإمكانيات الإمادية ولوجيتيكية المتاحة والمحددة لما خنش الرقم في نسبة 5% من مداخي الضريبية هو اليوم الكين هو أن هذه 5% سوف نوصلها في نهاية الولاية الحالية أعطي بعضنا أن نطرحنا في السنة الأولى بجوش في المياه وهي كالتلات دافيجيا الأكيد هو أن الإمكانيات المادية المتاحة تبقى غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات وحجم التحديات المطبوحة وما هو منتظر من أجل التنمية دي المجال الجهوي نعم تحددتم عن جانب اللوجيتيكي اليوم هناك عمل مهم يتيم من أجل تعزيز بناء الإدارة دي الجهة وعمل كي تطلل بشوية دلوق لأنه خصنا الإمكانية المادية تزيد ومعها خصنا الإدارة اللي عندها القدرة دي لأنها تتبلغ المشاريع والباراتي وتنزلها وتنفد الميزانية إذا قلت بأنه هذا اللي يعني هناك فعلا حاجة نعم ونحن نشتغل على هذه الأمور هذه بحيث اليوم كي نهيكة الجديدة تم مصادقة عليها بنسبة الإدارة دي الجهة اليوم هناك عمل من أجل تعزيز الموارد دي الجهة انطلقات الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع بعمل ديالها ما زل هناك حاجة يعني كانت سنة 2016 هات الشهر اللي بقى منها وسنة 2017 هي سنتين ديال تكمال بناء الهياكل ديال الجهة وفق المقتضيات ديال خان الجديد ممتاز سيسكا فهت سيق سيد رئيس أسبق وأشرتم إلى ارتفاع يعني وطيرة إنجاز صفقات العمومية مقارنة بالمرحلة السابقة الصحيح هو اللي احنا عملنا واحد من تحديات الأولى اللي يفعناها هو أننا ننعجلوا أولا بتنفيد المشاريع اللي كانوا مصادقة عليها وكانت مازالة عالقة ثم أننا نصاب عمل الوثيرات ديال نفيد المشاريع اللي صدقنا عليها في الميزانية ديال 2016 نعم وهذه العملية الحمد لله نجحنا فيها بحيث أن نسبة ديال إنجاز غدوك تقطافع مع تأسيس الهياكل الوكارة فبالتالي جل المشاريع اللي كانت مقنون لكن فيها اللي انبرلنا منذ سنوات تقريبا كلها عطيناها انطلاقة وكرينا المشاريع اللي تم التصفية النهائية ديالها والمشاريع اللي برمجناها في 2016 جزء كبير منها نطلق اللي كانت طلقت فيها الأشغال اللي كانت طلقت فيها الضغاثات وحنا لعلى أبواب أننا نبدأ يعني حتى في المشاريع اللي برمجناها ان شاء الله بالنسبة الميزانية ديال 2017 أننا نبدأ نهيئها باش لنصادقنا على الميزانية باش غير تتوقع المصادقة على الميزانية ونطلق السنة المقبلة ونكونوا متقديمين في التحضيرات باش نطلق في الإنجاز ديالها ممتاز يعني تحدثت على بلورات الميزانية وش المجلس يعمل بمنطق جديد يعني مختلف على تماما عن الطريقة السابقة أم أن هناك يعني تعتمدون طريقة يعني العادية لا لا نعتمد طريقة العادية اللي كان هو أننا اليوم عمل بالتوازي نحن قبل نهاية السنة إن شاء الله سيكون عندنا الاختيارات الكوبراء لبرنامج 200 جهودية لسي سنوات مهيئة هي اللي غاد يتشكل الوثيقة الإطار والمرجع لبراف ما جاء السنوات المقبلة لأن البراف ما جاء ستكون ثلاثية فعلية ثلاث سنوات ممتاز في انتظار ذلك نحن اللي عملنا هو أننا حاولنا ما نبقاش في مشاريع تفصيلية صغيرة عن نقسم ذلك مشينا الأوراش كوبراء سواء في 2016 وعززنا هذا الشيء في 2017 الميزانية المقبلة بمعنى كان جيومتين كان نقوله بأننا في التنمية الاجتماعية مشينا مثلا القطاعات معينة قلنا بأننا عدنا معضلة ديال الأمية فإذا وقعنا اتفاقية مع الوكال الوطني المحاربة الأمية درنا يوم دراسي بلوفنة استراتيجية جهوية في المحاربة الأمية فكذت مثلا على أننا نمشي ونحارب الأمية الوظيفية باش نحسن القدرة ديال الناس ينخارطوا في سوق الشغل وعلى هاد الأساس ووضعنا ميزانية ووضعنا بفنامج غير يبدأ تنفيذ ديالهم باش غانمشي وغان نفكزو على العامل الحرافيين غاننفكزو على الناس اللي ما عندهمش ديبلومات ولي ما كي ياخدوهمش بعينها باش نحسن القدرة ديالهم لدخول سوق الشغل نفس الشي عملنا مثلا في الشيق الاجتماعي قلنا اليوم عنا معطيلة ديال أن الفتيات والأطفال ما كيمشيوش للمدارس من معظم لأنهم ما كينش مثلا غير المرافق الصحية داخل المؤسسات فقلنا نحسنه هذا الجانب هذا فدبنا ببنامج مندميج بدينها العنفايت وفي هذه السنة فهذا المستوى هذا وكذلك لتحسن الخدمات الصحية فإصلاح مجموعة ديال المستوصفات قلنا بأن نحن نحن عندنا ضرور أساسي في مجدية النمية الاقتصادية فهذا المستوى وضعنا أغرفة مالية كبيرة ونفصلها بالتدريج مع الشركة فيها تأهيل وإعداد المناطق الصناعية في نفس الوقت فيها يعني الجانب كي تعلقوا بمعارض لأننا خصنا نفذر القدرات ومنتجة ديالجيها فيها كذلك جوانب لكي تتعلق بدعم كل ما يتعلق بالأنشطة إذا أريد أن نقوله ديالي عندها بوعد ديالي الاقتصاد الاجتماعي سمعون التعاونية إلى غير ذلك فكينا هذا الجانب ثم كذلك مشينا الجانب آخر اللي هو اليوم ما يمكنك نتوقع لتنمية مندمجة إلا 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 عززنا الولوج المختلف الساكينة ويسمنا البنية الأساسية فهنا كبرنا مش طموح في الطرق اللي كي يمشي بتوازي في العالم القراوي كان عززو لك شي ديال الطرق القراوي وفي المدن الكبرى مشينا كان عززو لهايكي الطرق المهيكلة لأنها باش ما يستمنا التنقل داخل المدن إلا وعززنا التنفسية داخل المدن ونا كان نخدمه بأغرفة شمولية وكان نخدمه بمنطقة ديال أن الإمكانية ديالجيها خصة شكل رافعة لتعبئة إمكانية باقي الشركة سواء وزارة ديالتشهيز أو غيرها من الوزارات وكانوا اعتفاقية شركة في هذا السياق هذا فبالتالي كتولي المساهمة ديالنا في عشرين ثلاثين في المائة ولكن سبعين في المائة كنجيبوها من الشركة الآخرين بما يكتب من القدرات ديال الفعل عن المستوى المجال فإذا اشتغلنا بهذا المنطق اليوم ديال مشاريع مندميجة وتهم كل مجالات مثلا في 2017 ضفنا مجال آخر ديال التأهيل ديال المراكز الصاعدة والمراكز القرارية وضعنا له ميزانية محترمة اللي غادي نباشروا فيها العمل ابتداء كما قلت في البداية من سنة 2017 تكون عند التوجهات ديال البعض نعمة 200 جهة ومصادقة عليها وواضحة أنا دكرة تولي هي الإطار ناظم نعم لبعض مجالات الميزانية ديال الجهة وتدخل ديالها ببتداء من سنة 2018 ممتاز إذن مستمينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لتذكير كان معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد صمد السكال رئيس جهة الرباطة سالة القنيطرة شكرا على تلبية الدعوة الشكر كذلك موصول للزملاء الذين رفقوني في إخراج هذه الحلقة كل من إبراهيم مساعد ويوسف مسامح وكان معكم في تنشيط هذه الحلقة محمد بن عبو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر